السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعيني على قناة Infotech4U معاكم مروة سليمان وحنستكمل مع بعض كورس Microsoft PowerPoint 365 النهاردة ان شاء الله حنتكلم عن Insert Media Insert Media علشان نحطها في فيديو واحد اكتشفت انها هتاخد وقت طويل شوية لما عمل Insert لي الفيديو والأوديو واعمل كمان الجزء الخاص بالScreen Recording فقررت ان انا اعمل Insert Video لوحده والإنسيرت Audio and Screen Recording في فيديو لوحده يلا بنا نتكلم عن Insert Video اول حاجة هعملها ان انا هخش عادي جدا على Presentation جديدة New Presentation او Plank Presentation وابتدي ان انا هاختار في اللي اوت بتاعي ان يكون اللي اوت بتاعي Plank بفضل يعني هو يكون Plank طالما انا مش بكتبه حاجة دلوقتي حاليا انا بوليكم فقط الجزء المتعلق بالInsert فعندي Insert هنا في الميديا الجزء المتعلق في الجروب الخاص بالميديا عندي الفيديو لو قفت على Drop Down List ودست عليها هلاقي عندي Insert Video من الديفايس يعني من الجهز بتاعي او من الستوك فيديو الموجودة في الباوربوينت او من الانلاين فيديو يعني انا بروح اجيب فيديو اونلاين فهي Insert This Device وابتدي ان انا احط فيديو من على الديفايس بتاعي فابتدي ان انا ادوس هنا وابتدي اشوف الفيديو اللي انا مثلا عايزة احطه فيه بختار اي فيديو عندي ويه اهو الفيديو اتعمله Insert داخل السنايد بحجم السنايد كلها واللي عملته على الامج حقدر ان انا اعمله على الفيديو اول ما هيتعمل Insert دي الفيديو جوه السلايد هيظهر عندي هنا To Tab خاصة بالفيديو Video Format و Playback لو بصيت على الفيديو فرمات يترى الفيديو فرمات لعلاقة بايه هنا ال Preview Play بيوريني الفيديو بتاعي وهو بيشتغل هنا ال Correction هنا اقدر ان انا اعمل Correction على Brightness وال Contrast الخاص بالفيديو بتاعي زي ما احنا شايفين حسب ما انا عايزة ايضا في عندي بالنسبة لالcolor ممكن اغير فيه الcolor الخاص بالفيديو ممكن مثلا اعمله يكون مثلا Black and White بالمنظر ده او اللون ده او اللون ده او اللون ده اي لون انا عايزة استخدمه ونفسر مثلا انا ممكن استخدمه اللون ده وهنا عندي جزء المتعلق بالفيديو Styles الستايل بتاع الفيديو هنا ممكن اختار مثلا ان الفيديو كله بوردر بالشكل ده او ممكن يكون شكله كده بالمنظر ده Shadow rectangular او اخليه soft age rectangular او اي بقى حاجة من الحاجات اللي قدامي دي قدر ان انا اجربها فيه مثلا من اكتر الحاجات المشهورة ان يبقى معمول عليه بوردر بالشكل ده كده فيه كمان الفيديو shape ممكن اختار ان الفيديو نفسه يكون موجود جوه shape من ال shapes دي يعني مثلا تخيل ممكن تخليه جوه triangle ممكن اخليه جوه مسلس عادي جدا مفيش اي مشكلة ممكن اخليه جوه الشكل ده او ممكن اخليه جوه ده او اي بقى shape انا عايزة انا هرجع تاني ليه shape اللي هو المستطيل وهنا الفيديو border اقدر ان انا احط البوردر بالوان مختلفة اعمل outline اخلي الصمك بتاع البوردر بتاعي مثلا طخين شوية ممكن اعمل video effect مثلا يكون مثلا باي شكل من هذه الاشكال وانا افترض ال effect ده كمان هنا تقدر ان انت تعمل alt text خاص بالفيديو والalt text ده بت describe ال object بتاعك describe الفيديو بتاعك في عندي هنا align هنا خاص بي ان تحط الفيديو ما كانه فين align هنا حيبان معاك فين align هنا حيبان معاك في حالة لو انت صغرته كده بالمنظر ده انا صغرت الفيديو بتاعي فانا ممكن اعمل align lift align right align top align bottom ده في حالة لو انا صغرت حجمه حيبان قوي الجزء الخاص بال align ممكن كمان اعمله زيت 90 درجة right lift 90 درجة flip vertical horizontal flip اعمل enter وممكن اقف عليه وابتدي العب فيه height وابتدي العب فيه width بمنظر ده اخلي الارتفاع ارتفاع معين والwidth مثلا العرض عرض معين فبتعمل format عليه زي ما بتعمل بالزبط على الامج ده الجزء المتعلق بالفيديو فورمات نيجي بقى لي الجزء التاني وهو الجزء المتعلق بالplayback الplayback ايه اهم الاجزاء اللي احنا لازم نعرفها فيه اهم حاجة لازم نعرفها فيه وهو الجزء المتعلق بالفيديو options انا لما بعرض البرزنتيشن بس اعطي بعرضها فيه سلايد شو طيب سلايد شو هل يا ترى انا عايزة الفيديو ده يشتغل اول ما ادوس عليه على الفيديو نفسه او لما اعمل click في اي مكان في السلايد ولا عايزة يشتغل automatically عشان احدد الجزء ده بروح للفيديو options وبيجي هنا في الجزء المتعلق بstart واختار when clicked on من اسمه كده لما اعمل click عليه ولا in click sequence يعني لما دوس كده في اي مكان ولا automatically انا هنا هغليه automatically يشتغل مثلا اول ما السلايد تيجي يشتغل الفيديو على طول هنا بقى هل اعمل hide while not playing ممكن اعمل تشك يعني اعمله hide لما ما يكونش شغال ولا اخليه موجود حتى لو هو شغال هنا طبعا بيتحدد لما يجي يقف في الحالة دي ممكن اقول له hide while not playing تعالوا جربوها كده وهنا ممكن play full screen لو هو مش صغير كده بالمنظر ده ممكن اخليه play full screen في السكرين كلها تعالوا نشوف كده لما اجي اعمل snide show اللي هيحصل زي ما انت شايف لما عملت slide show اشتغل معايا automatically خد السكرين كلها وكمان اول ما هيقف هيتعمل له hide من على السلايد نفسه تعالوا كده نستنوا لحد ما يخلص ونشوف ايه اللي هيحصل بعد ما يخلص الفيديو بتاعنا الفيديو اتعمل له hide وانا في نفس البرزنتيشن وعشان يباني الكلام ده اكتر ممكن اجي هنا اعمل insert وحط اي text box اهو اكتب فيه اي حاجة وارجع تاني اعمل snide show هيشتغل معايا هياخد الشاشة اول ما هيخلص هيبتدي اتعمل له hide ويبان التكست فقط بس كده اتعمل له hide بعد ما خلص نيجي تاني نقف على الفيديو ونروح لي play bag وحبتدي اشيل اللي تشاكل اللي من على hide وplay full screen بعد كده هختار loop until stopped loop until stopped يعني don't stop الفيديو يفضل الفيديو يشغل على طول looping يفضل شغل على طول لحد انا ما وقفه بنفسي يعني اهو هختار تاني loop واجي هنا اعمل snide show هيتشغل automatically انا شلت ال check اللي على full screen زي ما انتو شايفين وال hide هيفضل الفيديو شغال باستمرار وده بيفيد الناس اللي عايزة الفيديو يفضل شغال لحد ما تخلص شرح الشرح هياخد وقت اكتر من مدة الفيديو وهي عايزة الفيديو يفضل شغال وراها وهي بتشرح ممكن تستخدم الخاصية الخاصة به loop علشان الموضوع ده زي ما احنا شايفين اهو طيب في الجزء بقى تاني اعمل escape المتعلق به rewind after playing rewind after the playing الفيديو كليب يعني بعد ما بيقف بيرجع يعني الفيديو في الغالب لما بيقف بيقف على اخر حاجة فيه لا يقف على اول حاجة فيه وهكذا يعني مش ناس كتير اوي بيهمها ال option ده مش مهم اوي ولكن انا شرحت لكم اهم options موجودة هنا طبعا ال volume انا در اتحكم في ال volume الخاص بالفيديو ممكن تعمله mute على فكرة اه من هنا واول ما تعمله mute من هنا هو نفس الفكرة ان انت تيجي تعمله mute من هنا يعني هي هي ما فيش اي مشكلة هي هي واحد يعني عندي بقى الفيد ديوريشن اللي هو ايه الفيد ديوريشن الفيد ديوريشن ان انت بتخلي الفيد effect for a certain number of seconds كده تبص تلاقي ايه الفيديو مثلا هنا اهو بعد وقت معين هنا الفيد اوت دخوله وخروجه تعالوا نشوف برضو المنظر عشان تتخيلوا تعالوا كده نبص عليه نعمل بيتعمل على الفيديو نفسه بصوا بصوا الفيد اين الفيديو هو داخل هنشوف برضو الفيد اوت نرجع تاني اهو نبص عليه من الاول شايفين الفيد اين اللي اتعمل على الفيديو وهنا فرق ما بين اللي معمول على الفيديو اللي معمول على السلايد ده انا عاملاه على الفيديو هنشوف بقى ة اوت في الاخر خالص اهو شايفين يبقى ده تقدر انك انت تعمله على الفيديو بتاعك الجزء المتعلق بال Piece اللي هو وتحدد الدقيقة. فيه كمان جزء آآ مهم جدا هو بتاع الفيديو. نفترض ان انت مش عايز المدة دي كلها. عايز تقص الفيديو. ادي عايز اشيل الحتة دي من الاول. واشيل الحتة دي من الاخر بالمنظر ده كده. بقى طول الفيديو. الفيديو هيبتدي من الثانية الاتنين. او اخليها تلاتة وشوية. وحينتهي مثلا عند اربعتاشر. فهنا الفيديو هيبتدي وينتهي. هنا بيديك بريفيو تشوف الشكل عامل ازاي. وبعد كده تقول له اوكي. فهنا الفيديو مدته اصرت. ما بقاش الفيديو اللي هو التمنتاشر او السبعتاشر ثانية. الفيديو هنا انا حددته بمدة قليلة. حوالي اعتقد اربعتاشر مثلا. هنشوف مع بعض دلوقتي. لا كمان عشر ثوان. اوكي وهنا هنا عشان عاملة لوب فهو شغال باستمرار. ده بالنسبة لجزء المتعلق بالتريم وبيفيد ناس كتيرة جدا. فيه بقى انسرت كابشنز. وانا هنا لو انا عايزة احط ملف متعلق بالكابشنز. فهنا هيبقى الفيديو ده فيه كابشنز هتظهر عليه. ده الجزء المتعلق بالكابشنز. فهنا بترفع ملف اللي هو فيه الكابشنز. وبتبتدي انك انت يتحط هنا على ال. وده طبعا بيكون ملف له مواصفات محددة. يبقى ويبتدي ان هو يتحط على الترجمة بتبتدي موجودة او الكابشنز موجودة هنا على الفيديو. ده بالنسبة لجزء المتعلق بانسرت كابشنز. مش ناس كتير بتستخدموا. ولكن كان لازم برضو ان احنا هنتكلم عليه. ده بالنسبة لي انسرت فيديو. كلمنا عن الجزء المتعلق بالفيديو فورمات. والبليباك. اتمنى تكونوا استفدتم من فيديو النهاردة. ان شاء الله المرة الجاية. هتكلم عن انسرت اوديو. هتكلم كمان على الجزء المتعلق بالسكرين ريكوردينج. اتمنى تكونوا استفدتم. واشوفكم في فيديو قادم بإذن الله تعالى. وفيديو جديد من كورس مايكروسوفت باوربين 365. لو كنت بتشوفنا اول مرة ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. وياريت متابعينا الاعزاء تشير الفيديو مع الاشخاص المهتمين بالمحتوى اللي احنا بنقدمه. ما تنساش ان احنا تشوف كمان التعليق بتاعك ورأيك في الفيديو في الكومنت وتعمل لايك للفيديو او ديسلايك وتقول لنا ليه ديسلايك ده طبعا يهمنا. طبعا احنا مرحبين دايما بالنقدة البناء. اشوفكم في فيديو قادم بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.